الكلام المثار بخصوص الكأس الأفرق أسيوي وأن الأهل يلاعب العين وأن فيه 3 مليون دولار وأن المطشة يتلاعب في استدلو السيل الاتحاد الإفريق اللجنة التنفيذية الأمين العام إدارة المسابقات ولا واحد فيهم عنده معلومة عن هذا اللقاء لا فيه خطابات رسمية ولا فيه مناقشات ولا فيه أي تفاصيل زي ما تقل لي كده بالظبط هو الكاف آخر من يعلم بحدش بلغنا بأي حاجة وبعدين اتقل لي جملة مهمة جدا الأهل والعين في كأس الأفرق أسيوي إمتى وإزاي ما هم ممكن يلعبوا مع بعض في فيفا انتر كونتيننتل هل الكاف والاتحاد الأسيوي هيعملوا بطولة موازية لمطش ممكن يقام بين الأهل والعين في فيفا انتر كونتيننتل في نهاية هذا العام قالوا لي استحالة انت كده بتضرب بطولة الفيفا فالناس هتستنى لما تشوف القرعة ما بين الفرق اللي هتشارك في الجولة التمهيدية لبطولة فيفا انتر كونتيننتل هذا العام ولو إذا ظهرت مباراة مؤكدة ما بين الأهل والعين قصة بطولة الكاسة أفرق أسيوية مش هتبقى متاحة في الفترة دي خالص لأنهم يشمعونها على البطولتين بنفس الفرقتين ويتم تضارب ما بين الموعيد وما بين حتى الحوض التسويقية والمباريات ما بين البطولتين فبالتالي لا يجوز هذا الكلام قلت الحلقة من حلقة فاكة وليس كتيرة وتفاصيل مهمة ولكن عشان وقت الحلقة نطلع دلوقتي نشوف آخر أخبار الترند وعندنا حاجات مهمة جدا في ترند الأل هنستعرضها في الدقاية المتبقية من البرنامج